أهلا بحضراتكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية مؤكدا على تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عرض رؤساء الأحزاب لرؤاهم السياسية وذلك حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة مؤكدين استمرارهم في العمل بما يخدم مصلحة مصر والمواطنين كما ثمن رئيس السيسي من جانبه الرؤى المطروحة مؤكدا أن الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في المجتمع يعد مكونا جوهريا لتطوير المجتمع المصري وأسمة أساسية للجمهورية الجديدة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السادة المرشحين الذين خادوا انتخابات رئاسة الجمهورية الفين وأربعة وعشرين وهم السيد حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري والسيد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والسيد عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للسيد الرئيس المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء شهد ترحيب السيد الرئيس بالسادة المرشحين مؤكدا تقديره لآدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري ومشيرا إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسؤوليته الوطنية من جانبهم حرص السادة المرشحون الرئاسيون على توجيه التهنئة للسيد الرئيس مشيدين بنجاح العملية الانتخابية وبالإقبال الهائل من المواطنين على المشاركة في الانتخابات بما يتفق والمصلحة الوطنية العليا ومعربين عن خالص تمنياتهم للسيد الرئيس بالتوفيق والسداد بما يحقق مصالح الوطن التي تعد الهدف الأسمى لكافة الأطياف السياسية الوطنية خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر فيه المنطقة بتحديات جسيمة وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد عرض السادة رؤساء الأحزاب لرؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة مؤكدين استمرارهم في العمل بما يخدم مصلحة مصر والمواطنين حيث ثمن السيد الرئيس من جانبه الرؤى المطروحة مؤكداً أن الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في المجتمع يعد مكوناً جوهرياً لتطور المجتمع وسمة أساسية للجمهورية الجديدة ترجمة نانسي قنقر